السلام عليكم ورجعنا لكم في فيديو جديد وهالمرة عندنا مشكلة جاي نواجهها بأغلب الموديلات الحديثة من اللابتوبات الجيل 11 فهما فوق الجيل 11 فهما فوق المنتري تجي تنصب ويندوز توصل هاي المرحلات بوت من الفلاش توصل هاي المرحلات شوف انه البرتشينات مع الهارد ديسك ما تظهر مهما غيرت بإعداد رهة البيوز ما رح تقدر تحصل على البرتشينات شنو الحل لهاي المشكلة طبعا ما اقدر اقول لك بيا موديل موجودة لانه هاني واجهت نفس المشكلة بحاسبات دال حديثة هاي حاسبة اللينوف وبيها نفس الشكالية صارت هاندي حاسبة عيسر قبل كم يوم ايضا نفس المشكلة صارت حل هاي المشكلة كلش سهل معالجات هاي اللابتوب هي من شركة انطل اكو درايفرز لازم تنصبها حتى تظهر البرتشينات مع الهارد اثناء عملية تنصيب الويندوز شنو هاي الدرايفرات عن طريق تحميلها من رابط اسفل الفيديو رح تلقى رح ترك لك رابط التحميل ما للادوات او التعاريف بعد ما تحملها حطها بالفلاش وسوي بوت رح تبوت من النظام وتوصل هاي المرحلة رح تدوس على سرجو يكلة او تنصيب تعريف او درايفر انستلل تجي على سرجو يكلة قولها قوز اط او براوز سينج هنا تدخل على الملفات ما للحاسبة ومن ضمنها الفلاش ندوس على الفلاش ديسك بهالطريقة هاي رح نجي نشوف هنا مثل ما شوفون تعاريفة بهالاسم رح اترك لكياها وانت شوف شون الاسم اللي خليت بالفلاش تجي تختار الملف اللي ارفقت انت داخل الفلاش وراح تجي على هاي التعاريف الفي ام دي درايفرز تجي هذا انتل هذا نون انتل اذا كان السي بيو مالتك انتل فتجي تختار هذا النون انتل اللي هو مثلا اذا كان ام دي وبنفس المشكلة على العموم نحن نريجي ننصب التعريف الخاص بالانتل لانه المعالج مثل ما شوفون هنا هو من شركة انتل صراحة اني عدل انتل ما شفت هاي المشكلة بغير جهاز بس اذا واجهتك مشكلة بجهاز ام دي ونفرض رايزن حديث فراح تختار التعريف الثاني الخاص بالفي ام دي نجي نختار الاول نقول لا اوكي نجي نقول لا تمام راح تشوف انه هنا اثر على هذا التعريف نقول لا ري او نيكست راح نشوف انجه ينصب التعريف مثلا ما شوفون بعد ما نصب التعريف ظهر عندنا الهارد ديسك بهذا الشكل والهارد ديسك غير مقسم او غير معنون نجي نقسم بهذه الطريقة حسب الاقسام التي تريد تخلي اثنين او ثلاثة او واحد بكيف اقعني هارد عندي هنا ماتين واربعين قريبا ما شركت ديسك غير م عندي بفيديو اليوم. إذا أعجبكم الفيديو. لا تنسوا بالعجابة الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كون وياكم سيفقد دائم وقناة قداويتك. في أمان الله. الله وياكم.